اشتركوا في القناة نبدأ مع بعض بدرسنا الأول اللي هو خصائص الأعداد الحقيقية أهداف الدرس اللي هو أصنف الأعداد الحقيقية وأستعمل خصائص الأعداد الحقيقية لإيجاد قيم العبارات الجبرية بداية رح ناخذ هذا المثال يقول لي حدد مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي عندي العدد 62 طبعا مثل ما إحنا عارفين هذه اللي هي مجموعة الأعداد طبعا العدد 62 يعتبر من الأعداد الموجبة والأعداد الموجبة تبدأ عندي من اللي هو الأعداد الطبيعية اللي هو حرف ال N بما أنه ال 62 موجود في هذا المكان رح يكون أيضا موجود في ال W ورح يكون أيضا موجود في الزد ورح يكون أيضا موجود عندي في ال Q ورح يكون في المجموعة الكبيرة اللي هي من ال R إذن دائما أنا أشوف أصغر مجموعة موجودة عندي ورح أشوف المجموعة اللي أكبر منها واللي أكبر منها إلا ما أصل إلى حرف من الر فإذا راح تكون عندي الإجابات اللي هي الـ N والـ W والـ Z والـ Q والـ R هذا بالنسبة للفقرة الأولى نأخذ مثال ثاني اللي هو 5 على الأربعة طبعا 5 على الأربعة يعتبر كسر والكسر عندي يبدأ من مجموعة العداد النسبية إذن بما إنه ينتمي لمجموعة العداد النسبية فراح ينتمي أيضا لمجموعة العداد الحقيقية اللي هي الر اللي هي أكبر من المجموعة من Q فإذا الإجابة راح تكون عندي اللي هو مجموعة ال Q اللي هي العداد النسبية وال R اللي هي مجموعة العداد الحقيقية نجي نشوف السؤال الثاني يقول لي ما الخاصية الموضحة في كل مما يأتي طبعا عندي هذه خصائص العداد الحقيقية مثل ما انتم شايفين عندي اللي هو خاصية التبديل والتجميع والعنصر المحايد والنظير والانغلاق والتوزيع بالنسبة لعملية الجمع وعملية الضرب فهنا عندي السؤال يقول لي 84 زايدا 16 يساوي 16 زايد 84 راح نجد انه الإجابة بنفس هذا الشكل او مكتوبة بنفس هذه الصورة فرح تكون عندي خاصية اللي هو الخاصية التبديلية بالنسبة لعملية الجمع فإذا راح تكون الإجابة اللي هو الخاصية التبديلية لعملية الجمع نشوف مثال اخر يقول لي 12 زايدا 5 الكل مضروف في 6 يساوي 12 ضرب 6 زايدا 5 في العدد 6 هذه لو نلاحظ انها راح تكون بنفس هذه الصورة اللي موجودة عندي بالأسفل وهذه الخاصية اللي هي خاصية التوزيع إذا راح تسمى خاصية التوزيع هذا بالنسبة للي هو خصائص الأعداد الحقيقية ننتقل نحن وياكم إلى السؤال اللي بعده يقول لي بسطة لعبارة خمسة مضروفة في ثلاثة اكس زايدا ستة واي زايدا أربع مضروفة في ثنين اكس ناقص تسعة واي في البداية راح انزل اللي هو السؤال مثل ما هو موجود عندي وراح حط اللي هو علامة المساواة أنا راح استخدم اللي هو خاصية التوزيع عشان أقدر أوصل ليش للنواتج اللي موجودة عندي هنا فعندي خمسة ضرب ثلاث اكس يعطيني اللي هو خمسة اكس وخمسة ضرب ستة واي راح يعطيني اللي هو ثلاثين واي بعد كذا زايدا أربع ضرب ثنين اكس يعطيني ثمانية اكس وزايدا أربع ضرب سالب تسعة واي راح يعطيني سالب ستة وثلاثين واي نجي الحين نشوف طبعا هذه الخاصية مثل ما قلنا اللي هي خاصية التوزيع الحين راح نجمع الأشياء المتشابهة لو نلاحظوا الـ X عندي باللون الأحمر 15 X زايدا 8 X يعطيني 23 وعندي هنا موجب 30 Y وناقص 36 Y راح أجد أنه الإجابة تعطيني اللي هي 6 أو سالب 6 Y هذا بالنسبة لتبسيط اللي هو العبارة المطلوبة مني في السؤال ننتقل نحن وياكم الآن إلى الدرس الثاني اللي يتكلم عن العلاقات والدوال طبعا أهداف الدرس اللي هو أحلل العلاقات والدوال وأستعمل معادلات العلاقات والدوال فبداية يقول لي حدد مجال كل علاقة فيما يأتي ومداها وبين ما إذا كانت دانا أم لا وإذا كانت كذلك فهل هي متباينة أم لا بداية لو نلاحظ عندي هذا الرسم مثل ما أنتم شاهدين دائما بداية انطلاق السهم يسمى عندي المجال فإذن المجال راح يكون العدد الثلاثة والعدد واحد والعدد سالب ثمانية ورح نكتبه بهذا الشكل إذن هذه علاقة اللي هو أو العلاقة الخاصة بالمجال نجي نشوف مع بعض اللي هو المدى المدى اللي هو محل ما وصل إليه السهم فإذن هنا راح نجد أنه الخمسة والعدد ستة والعدد سالب اثنين راح نكتبها هذه بالنسبة ليش للمدى نجي الحين نشوف هل هي دالة أو ليست دالة طيب كيف نعرف أنها دالة الدالة دائما تعتمد على المجال نجي نشوف المجال هل فيه رقم متكرر أو فيه رقم انطلق منه سهمين لو نلاحظ الثلاث انطلق منها سهم والواحد أيضا انطلق منه سهم واحد والسالب ثمانية إذن لو نلاحظ أنه قيم المجال كلها انطلق منها سهم واحد فإذن هذه تسمى دالة بالنسبة للمتباينة وصول السهم نجي نشوف الأرقام اللي موجودة في المدى هل كل رقم وصلوا سهم واحد أو تكرر عندي السهم مرتين لو نلاحظ أنه الخمسة وصلوا سهم واحد والستة عندي أيضا وصلوا سهم والسالب الثنين أيضا وصلوا سهم فإذا راح تكون عندي دالة ومتباينة إذن الدالة تعتمد على اللي هو المجال بشرط أنه ما يكون فيه عدد مكرر أو اللي هو السهم يكون مكرر مرتين والمتباينة تعتمد على اللي هو المدى هذا بالنسبة لهذا السؤال خلونا ننتقل نحن معاكم إلى الشريحة أو السؤال اللي بعده هنا السؤال يقول لي أوجد قيمة كل مما يأتي fx تساوي سالب 4x ناقص 8 عند اللي هو السالب 3 طبعا هذا أول شيء عندي رمز الدالة فأنا ويش اللي راح أسويه لو تلاحظون هنا كانت عندي x قديمة وهنا أصبحت ال x الجديدة بسالب 3 فإذا أنا راح أغير ال x اللي موجود بالسؤال بالعدد سالب 3 فراح يسير عندي مثل ما أنتم شايفين f السالب 3 يساوي سالب 4 ناقص 3 بعد التغيير ناقص العدد 8 طبعا راح أضرب سالب 4 في سالب 3 سالب في سالب يعطيني موجب و4 أضرب الثلاثة يعطيني اللي هو العدد 12 ناقصاً اللي هو الثمانية تنزل مثل ما هي الحين راح أنقص اللي هو ال 12 من العدد الثمانية راح أجد أنه الناتج يعطيني العدد 4 إذا قيمة ال f عند السالب 3 تساوي العدد 4 هذا بالنسبة لحل هذا السؤال ننتقل نحن وإياكم الآن إلى درس دوال خاصة ونشوف إش الأهداف اللي موجودة في هذا الدرس طبعاً أهداف الدرس أنه أنا كيف أكتب دوال متعددة تعريف وكيف أمثلها بيانياً وكيفية كتابة الدوال الدرجية ودوال القيمة المطلقة وكيفية أيضاً تمثيلها بيانياً نبدأ الآن بحل هذا السؤال اللي يقول لي مثل الدالة fx تساوي سالب 3 عندما ال x تكون أصغر منه أو تساوي السالب 4 والfx أيضاً تساوي ال x حيثما ال x تكون محصورة بين السالب 4 والعدد 2 والfx أيضاً تساوي سالب x زايد 6x أكبر من أو تساوي العدد 2 هذه نسميها الدالة متعددة التعريف لأنه هنا لو نلاحظ 1 2 3 تعريف موجودة عندي في هذه المسألة فأنا أول شيء راح أسوي في هذه المسألة أنه أنا راح أقسم المسألة إلى ثلاث أقسام بحيث أن نرسم كل واحدة بالحالة فأنا راح أخذ الجزء الأول اللي هو ال fx تساوي السالب 3 عندما ال x تكون أصغر من أو تساوي السالب 4 أنا ويش اللي راح أسوي الحين راح أسوي جدول بهذا الشكل أحط فيه قيم ال x وحط فيه اللي هو ال fx بالنسبة لاختيار القيم يعتمد على الشرط اللي هو ما يعطيني إياه في السؤال فهين يقول لي ال x أصغر من أو تساوي السالب 4 إذن أنا راح أبدأ بالسالب 4 وأخذ أرقام أصغر من هذا العدد فالحين لما أدي عوضه بسالب 4 راح أجد أنه الناتج يعطيني سالب 3 لو جيت عوضت أيضا بسالب 5 راح يعطيني سالب 3 وأيضا حتى لو عوضت بسالب 6 راح أجد أنه الناتج يعطيني سالب 3 إيش السبب؟ لأنه هنا موجود عندي رقم ولا يوجد فيه أي متغير فعشان كذا راح يكون عندي القيمة ثابتة عند العدد اللي هو سالب 3 بالنسبة للف اكس طبعا نحنا نعرف أنه الف اكس هي نفسها من الواي نجل الآن حين نمثل النقطة الأولى عندي اللي هي سالب 4 عند الاس وسالب 3 عند اللي هو الواي راح أجده في هذا المكان سالب 4 هنا عند الاأ وهنا اللي هو سالب 3 عند مين الاف اكس اللي هو الواي النقطة الثانية عندي اللي هو سالب 3 وهذه اللي هي أيضا سالب 30 ثلاثة في نفس هذا المكان خلاص الحين راح أرسم سهم يكون باتجاه اليسار ليش لأنه هنا يقول لي X راح تكون أصغر من أو تساوي العدد سالب 4 إذن راح أتجاه باتجاه اليسار هذا بالنسبة لي اللي هو الحل أو الخاص أو التعريف الأول اللي موجود عندي في السؤال نجي الحين نرسم اللي هو الدالة الثانية الـ FX تساوي الـ X حيث أن الـ X تكون محصورة بين سالب 4 والعدد 2 أنا وش اللي راح أسويه نفس الكلام راح أحط ليه قيم الـ X وحط ليه النواتج بالنسبة لي الـ FX فأول رقم أنا راح أعوض فيه اللي هو السالب 4 سالب 4 لما نحطه مكان قيمة الـ X اللي موجودة عندي هنا راح أجد أنه الناتج يعطيني سالب 4 الرقم الثاني اللي أنا راح أختاره أيضا موجود وين في الشط إذن لما نعوض هنا قيمة الـ X بـ 2 بهذا الشكل F2 راح أجد أنه الجواب راح يعطيني العدد 2 إذن هذه بالنسبة للنقاط نجد نحن نمثلها في التمثيل البياني سالب 4 عند الـ X واتفقنا أنه الفكس هي نفسها من الـ Y سالب 4 راح أروح يسار ونزل 4 مرات للأسفل راح أجد أنه هذه هي النقطة والنقطة الثانية عندي راح تكون اللي هي موجب 2 عند X وموجب 2 عند الـ Y ولو لاحظين النقاط عندي غير مضللة إيش السبب لأنه لا يوجد عندي علامة مساواة في المسألة إذن إذا حط لي بالسؤال علامة المساواة راح تكون عند النقطة مضللة زي الرسمة الأولى لو تلاحظون هنا النقطة عندي مضللة لكن هنا في الجزء الثاني راح أجد أنه الأسهم بدون علامة أو العلامات بدون اللي هو علامة اليساوي فرح تكون عند النقاط غير مضللة إذن راح يكون عندي رسم هذا الخط بالنسبة للجزء الثاني نجي الآن نرسم اللي هو التعريف الثالث اللي هو الـ FX يساوي سالب X زايدا 6 بحيث أنه الـ X أكبر من أو يساوي العدد 2 بهذه الصورة راح أسوي أيضا جدول وحط فيه أول قيمة موجودة عندي بالعدد 2 ورح أخذ أيضا أكبر من العدد 2 اللي هو العدد 3 وأجي عوض طبعا F الـ 2 رح عوضه في هذه الدالة يسأل عندي سالب 2 زايد 6 راح أجد أن الجاب يعطيني العدد موجب 4 هذا اللي هو الناتج الأول أيضا لو جينا عوضنا العدد 3 ثلاثة راح أجد أن الناتج يعطيني اللي هو سالب ثلاثة زايدا 6 راح أجد أن الناتج يعطيني العدد 3 وهذه هي القيمة الثانية راح أحدد هذه النقاط الآن في الرسم 2 عند الـ X و 4 عند الـ Y للـ FX يعني مرتين لليمين و 4 مرات للأعلى هنا لو نلاحظ عندي النقطة مضللة إيش السبب؟ لأنه يوجد عندي علامة المساواة فراح تكون عندي في هذا المكان ثلاثة مرات لليمين و 3 مرات للأعلى الآن راح أوصل سام بهذا الشكل باتجاه اللي هو اليمين ليش باتجاه اليمين؟ لأن قيم X عندي راح تكون أكبر من أو تساوي العدد 2 بالنسبة لمحور الـ X نجي الحين لتحديد اللي هو المجال والمدى والمطلوب مني أيضا في السؤال طبعا المجال راح يكون عندي بـ R و دائما يعتمد على محور اللي هو الـ X طبعا محور الـ X لو نلاحظ عندي فيه سهم موجود باليسار وفيه أيضا سهم موجود باليمين وعندي قطعة موجودة بالنص تأخذ كل الأرقام اللي موجودة بالنسبة لمحور الـ X فعشان كذا حنقلنا من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية راح يكون عندي اللي هو المجال R بالنسبة للمدى راح يعتمد على محور الـ Y هنا لو نلاحظ محور الـ Y من بداية الرسم راح أجد أن قيمة الـ Y تقل من عند العدد 4 والنقطة مضللة إذن فيه علامة المساواة وراح تنزل إلى الأسفل إذن المدى راح يكون عندي Y أصغر من أو يساوي العدد 4 شوفوا إذن المدى Y أصغر من أو يساوي العدد 4 طبعا حننا حطينا علامة المساواة السبب لأن النقطة عندي مضللة إذن هذا بالنسبة للمجال والمدى في هذا السؤال الخاص بالمتعددة التعريف نجل حين نشوف اللي هو الدالة الدرجية طبعا الدالة الدرجية تتكون من قطعة مستقيمة أفقية ومن أنواعها اللي هو دالة أكبر عدد صحيح طبعا إيه كيف صورتها أو كيف تكتب اللي هي دالة أكبر عدد صحيح طبعا هذه اللي هو رمز الدالة فكس يساوي وهذا شكل اللي هو دالة أكبر عدد صحيح طبعا حيث يعني الرمز اللي هو هذا الـ X أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي الـ X يعني لازم يجيني عنده عدد صحيح يعني ما ينفع يكون عندي فاصلة لو هو أعطانيها بالسؤال فاصلة لازم يكون جوابها بالعدد الصحيح طبعا هذه رسمة اللي هي الدالة الدرجية لو تلاحظون قيم أو قطع أفقية وجاء على شكل درج هذه اللي هي الدالة الدرجية ننتقل الآن نحن إياكم إلى آخر فقرة عندنا في درس دواء الخاصة اللي هو دالة القيمة المطلقة طبعا السؤال يقول لي مثل كل دالة فيما يأتي بيانيا ثم أحدد كل من مجالها ومداها طبعا الدالة اللي هو ما يعطيني إياها الـ X تساوي سالب 3X زائدا الثلاثة أول معلومة عندي طبعا دالة القيمة المطلقة تكتب بهذا الشكل هذه تسمى عندي دالة القيمة المطلقة فأنا أول شيء عشان أرسم أي دالة خاصة بالقيمة المطلقة راح أخذ ما بي داخل القيمة المطلقة وأسويه بيش بالصفر ليش؟ لمعرفة رأس المنحنة اللي أنا راح أرسمه في التمثيل البياني وأيضا الناتج اللي راح يطلع معايا راح أحطه وين؟ وسط الجدول فنجح نشوف الآن سالب 3X يساوي صفر هذه سالب 3X داخل القيمة المطلقة الآن راح أقسم اللي هو الطرفين على سالب 3 راح أجد أنه قيمة الأكس يعطيني العدد صفر وش اللي أنا راح أستفيد منه الحين بالنسبة لهذا الناتج لما نجي أسوي الجدول فيه قيم X وفيه قيم اللي هي الواي اللي هي أصلاً KX وأكلاهما صحيح أول شيء راح أحطه اللي هو قيمة الصفر في وسطين الجدول وأخذ رقمين أكبر منه وأخذ رقمين أصغر منه يعني زي الواحد وسالب واحد واثنين وسالب اثنين القيم اللي أنا جبتها الخاصة بX راح أعوضها الحين وين في الدالة الأصلية اللي هو ما يعطينيها فأنا راح أعوض الحين بقيمة الصفر في الدالة الأصلية طبعاً راح يكون عندي اللي هو F الصفر يساوي سالب 3 ضرب الصفر داخل قيمة مطلقة أزود عليها العدد الثلاثة وراح أشوف الناتج كم يعطيني طبعاً سالب 3 ضرب الصفر راح يعطيني صفر والصفر زائداً الثلاثة يعطيني العدد كم ثلاثة إذن الناتج الأول معي طلع بالعدد ثلاثة الآن راح أخذ اللي هو قيمة الـ X بالعدد واحد ونفس الكلام راح أعوض وين راح أضربها في العدد واحد وأزود الثلاثة راح أجد أنه سالب ثلاثة ضرب الواحد يعطيني سالب ثلاثة وداخل القيمة المطلقة بما أنه سالب ثلاثة داخل القيمة المطلقة ونحن متفقين أنه أي عدد سالب داخل القيمة المطلقة راح ينزل عندي بالموجب فيصبح عندي ثلاثة زائداً الثلاثة الناتج بالعدد ستة فلو تلاحظون معي الناتج بالعدد ستة نفس الكلام لو جيت أنا عوضت بالعدد سالب واحد راح أقول له سالب ثلاثة ضرب السالب واحد زائداً الثلاثة طبعا سالب ضرب سالب يعطيني موجب يصبح الناتج ثلاثة زائدا ثلاثة يطلع ايضا الناتج بالعدد ستة نعوض الآن بقيمة الـ X عند العدد اثنين فراح اقول له تساوي سالب ثلاثة اذا ضربتها في الاثنين داخل القيمة المطلقة وزوت على العدد ثلاثة راح يصير عندي داخل القيمة المطلقة سالب ستة واتفقنا انه اي عدد سالب داخل القيمة المطلقة راح يصير موجب فيصير عندي ستة زائدا ثلاثة الناتج بالعدد 9 هذا الناتج اللي هو 9 اخر خطوة عندي اعوض بالعدد او قيمة اللي هو سالب 2 فيسر عندي سالب 3 ضرب سالب 2 داخل القيم المطلقة ازود عليها العدد 3 يسر عندي الناتج اللي هو 6 زايدا ثراثة يطلع الناتج بالعدد 9 هنا لو تلاحظون معايا سالب ضرب سالب يعطيني اللي هو موجب اذا انا الان جبت كل القيمة اللي موجودة داخل الجدول راح امثلها بيانيا راح اخذ القيمة الاولى عند X بصفر والناتج اللي هو bubbling بالثلاثة يعني صفر في النص وثلاث مرات للأعلى راح اجد انه هذا النقطة النقطة الثانية واحد عند الX وستة عند الY يعني مرة يمين وستة مرات للأعلى بعد كذا عندي اللي هو سالب 1 وستة يعني مرة لليسار وستة مرات للأعلى بعد كذا اثنين وتسعة اثنين والعدد تسعة يعني مرتين لليمين وتسع مرات للأعلى آخر شيء عندي سالب اثنين وتسعة يعني مرتين لليسار وتسعة مرات للأعلى راح أوصل هذه النقاط بهذا الشكل فلو تلاحظون عندي ظهرة اللي هو دالة القيمة المطلقة ننتقل للجزء الثاني اللي هو حدد كل من المجال والمدى طبعا المجال يعتمد دائما على محور اللي هو الـ X فلو نلاحظ عندي بالنسبة لمحور الـ X فيه سهم موجود بالليسار وأيضا فيه سهم موجود باليمين ولو نلاحظ أن السهمين أو الخطين متصلة لا يوجد فيهم تقاطع يعني راح أجد أنه كل القيم اللي موجودة عندي في الـ X هو الجواب الصحيح فإذا راح يكون عندي المجال هو مجموعة العداد الحقيقية يعني كل الأرقام بالنسبة لمحور اللي هو الـ X المدى طبعا راح يعتمد عندي على محور اللي هو الـ Y لو جينا شوفنا بداية الرسم عند محور الـ Y راح أجدها عند النقطة اللي هي الثلاثة طيب الحين لو تلاحظ في الرسم أنه طالعا للأعلى يعني راح تكون قيمة اللي هو الـ Y من الثلاثة وأكبر يعني أكبر من أو يساوي كم الثلاثة طبعا أنا بإمكاني كتابتها بهذه الصورة طبعا نشوفوا هذا السهم الصورة اللي هي القوس المغلق للثلاثة إلى ما لا نهاية وبإمكاني كتابتها بهذا الشكل اللي هو الـ K-X بحيث أنه الـ K-X أكبر من أو يساوي اللي هو العدد ثلاثة هذا بالنسبة لمجال ومدى القيمة المطلقة أختمنا إياكم بهذا السؤال الأخير الخاص أيضا بالقيمة المطلقة هنا يقول لي مثل هذه الدالة وحدد أيضا مجالها ومداها قلنا أول شيء راح أسويه في حل هذه المسألة أنه أنا راح أخذ اللي داخل القيمة المطلقة وأساويه بصفر عشان أعرف الرقم اللي يطلع معاي وحطه في نص اللي هو الجدول ومنه يطلع عندي راس المنحنة هذا ما بيداخل اللي هو القيمة المطلقة راح أساويه بصفر راح أنقل السالب واحد للطرف الآخر يصبح عندي قيمة الـ X موجب واحد إذن الحين أنا جبت هذا الرقم راح أخذ اللي هو الواحد وأسوي جدول وأحطه وين في المنتصف طبعا نحن أخذنا قيمتين أكبر من الواحد وأخذنا قيمتين أصغر من الواحد لما نجي أعوض مثلا الثلاثة في الدالة الأصلية بهذا الشكل راح يطلع عندي القيمة المطلقة لثلاثة ناقصا الواحد راح أجد أنه الناتج يعطيني اثنين هذه الاثنين نفس الكلام بالنسبة لما نجي أعوض العدد اثنين هنقص منه العدد واحد راح يعطيني الناتج بواحد لو جينا عوضنا بالعدد واحد يعطيني اللي هو واحد ناقصا الواحد راح أجد أنه يعطيني الناتج بصفر لو جينا عوضنا بالصفر راح أجد أنه ناتج يعطيني نفس اللي هو الناتج واحد اللي هو لما عوضنا بالعدد اثنين صفر ناقصا الواحد طبعا راح يطلع عندي القيمة المطلقة بالنسبة للعدد سالب واحد والناتج يكون بالواحد لأنه اتفقنا ما ينفع يكون داخل اللي هو القيمة المطلقة او الناتج اللي راح يطلع معاي من القيمة المطلقة لازم يكون عندي إشارته بالموجب اخر شيئا معنا عوضنا سالب واحد طلع عندي قيمة الجواب بالعدد اللي هو اثنين راح حدد الحين النقاط في التمثيل البياني طبعا هنا ثلاثة واثنين يعني ثلاث مرات لليمين ومرتين للاعلى وستكون بهذا الشكل بعد كذا عندي اثنين وواحد اثنين بالنسبة لإكس مرتين لليمين ومرأة للاعلى بعد كذا واحد وصفر هذه واحد وصفر بعدين صفر واحد يعني ما اتحرك لا يمين ولا يسار بس اني اطلع مرة واحدة للاعلى اخر شيئ سالب واحد واثنين يعني مرة لليسار ومرتين للاعلى راح أرسم اللي هو او اني وصل النقاط بهذه السهمين الآن راح أوجد اخر جزء عندي اللي هو المجال والمدى طبعا المجال لو نلاحظ انه ايضا فيه سهم موجود اليمين وايضا فيه سهم موجود باليسار والخط متصل وحنا اتفقنا دائما انه في دالة القيمة المطلقة المجال دائما ثابت اليواء بالR فاذا لو نلاحظ شوف جهة اليمين وجهة اليواء اليسار راح تكون معايا كل القيم موجودة اذا المجال راح يكون عندي اليواء الR وقلنا يعتمد على محور الX المدى راح يعتمد عندي على محور اليواء الY طبعا هنا لو نلاحظ الرسم عنده الY مدانة من النقطة الي هي بالصفر فاذا راح يكون عندي اليواء المدى FX بحيث انه الFX اكبر من او يساوي العدد صفر او بامكاني كتابتها بهذا الشكل من صفر الى ما لا نهاية بكذا اخواني واخوات الطلاب والطالبات يكون انا انتهت من الثلاث الدروس الاولى وان شاء الله كانت دروس سهلة وممتعة وخفيفة عليكم القاكم ان شاء الله في حصص اخرى اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته